وإلى أن بلف الانتخابات حيث الاستعدادات يتداخل فيها جهد الحكومي مع التنفس السياسي فقد أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني الشروع بتوفير متطلبات إنجاح انتخابات مجالس المحافظات المقبلة فيما جدد تأكيده على الأخذ بتوصيات الأمم المتحدة بشأن يعادة المتبقي من النازحين إلى مناطق سكناهم ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية السوداني خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاس خارت قال أن الحكومة وضعت في أولوياتها مسألة الشراكة مع المنظمة الدولية لإيجاد حلول مستدامة للملفات الأساسية أقد شرعت في توفير كامل متطلبات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لمجالس المحافظات والعمل على توفير المناخات اللازمة لذلك ترجمة نانسي قنقر